ربما ربما نجد وخلينا نركز ما بعض فيها ابراهيم يعني انا اراقب تطور او تطوير المباحثات الغربية الايرانية على خلفية الازم واراقب الوضع الداخلي في ليبيا على خلفية الازم واراقب ايضا ربما البترول العراقي او كمية البترول التي يمكن للعراق ان هي تضخها في اسواق العالمية كبيرة بالتالي ايضا سنجد عين على العراق عين على ايران عين على ليبيا وفنزويلا كدول منتجة للنفط لتعويض الفاقد في حالة الاستغناء عن البترول الروسي وكذلك لمحاولة وقف نزيف ارتفاعات الاسعار الموجودة في العالم يبقى عندي دول تاني بقولها معلش العراق وايران وليبيا وفنزويلا الدول دي بوضعها الوضع السياسي في ليبيا غير مستقر الوضع الايراني مع دول عالم غير مستقر الوضع فينزويلا وامريكا غير مستقر الوضع في العراق ايضا بيحتاج الى نظرة بالتالي هذه الدول ارى انه يمكن بسرعة او اتوقع انه الولايات المتحدة الامريكية تدير عملية ادماج لهذه الدول في منظومة اوبك او اوبك بلاس لتعويض الفاقد الروسي وضبط الاسعار ده برضو توقع